اشتركوا في القناة الشيخ خليفة بن زايد الانهيان طيب الله ثرأه خير خلف لخير سلف مسيرة مباركة يتتابع شيوخ الإمارات الكرام في قيادتها متحدين على الخير متكاتفين لمواصلة بناء الدولة وتقدمها ها هو سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ينتخب ويبايع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليكون الرئيس الثالث للدولة وأحد أبرز أعلام المنطقة والعالم كيف لا وهو الرجل الذي خاض الصعاب والتحديات تعلم وتتلمذ في مدرسة والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان الانهيان ثم مدرسة أخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رحمهما الله خدم وطنه وأمته منذ دخوله السلك العسكري ببسالة الأبطال فخاض غمار التحديات والصعاب ليرفع راية وطنه خفاقة في كل ميادين الشرف والعطاء دفاعا عن دينه وأمته العربية والإسلامية رجل عرفه العالم بحكمته المشهودة وعزيمته العالية وإخلاصه لوطنه وشعبه الكريم فأكرم أبناء الإمارات بترسيخ دعائم التنمية والتقدم والازدهار وإعلاء كلمة الدولة في جميع المحافل الدولية فبات رجل مواقف الدولة التاريخية رجل التنمية والتقدم والرفعة وعنوان للهمة العالية والارتقاء بالوطن وأبنائه فاستثمر بقيادة أخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات استثمر بأبناء الإمارات عزز التعليم والابتكار ودعم الشباب للنهوض بدولتهم إلى أعلى المراتب فكانت الإمارات كما يراها العالم رمزاً للسلام وقبلة للتنمية وموطناً للتطور في كل مناح الحياة لقد برز اسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان في مختلف المحافل الدولية والعالمية قائداً عربياً همام يضع نصب عينه مصلحة الأمة واستقرار المنطقة وضمان الأمن للجميع ساهم في جعل الإمارات الدولة الحاضرة بثقلها السياسي والاقتصادي في كل مجال وترسيخ مكانتها وما تحظى به من احترام إقليمي ودولي كبير فباتت الدولة شريكاً فاعلاً في كل المجالات مسيرة النماء والتطور التي تعيشها الإمارات متواصلة نحو آفاق أرحب وأشمل بقيادة رئيس الدولة الجديد سمو الشيخ محمد بن زايد أعانه الله على حمل الأمانة ووفقه لكل ما فيه خير وصلاح الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية